السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطلاب السابع درسنا لليوم سوف نتعلم فيه ما التناسب تحديد ما إذا كانت نسبتان تكونان تناسبا أم لا من الاستخدامات يستخدم مصممو الأزياء التناسبات لتصميم الملابس المريحة والمناسبة لمقياس الجسم التناسب حمد لله لقد شبعت فقد تناولت قطعتين بيزا كاملتين لقد تناولت أكثر منك يا سالب فقد تناولت ثلاث قطع كاملة بل تناولنا كمية نفسها يا خالد وسأثبت لك ذلك كانت فطيرتك مقسمة إلى ستة أجزاء وقد أكلت ثلاثة أجزاء من ستة أما أنا فكانت فطيرتي مقسمة إلى أربعة أجزاء فقط وقد أكلت جزئين من أربعة وعند تبسيطي ثلاثة على ستة إلى أبسط صورة تصبح واحدا على اثنين وعند تبصيط 2 على 4 إلى أبسط صورة تصبح 1 على 2 لقد تساوت النسبتان بعد تبصيطهما إلى أبسط صورة إذن فالنسبة 3 على 6 تكافئ النسبة 2 على 4 لأنهما متساويتان في أبسط صورة لهما أي أننا أكلنا كميتين متساويتين من البيزا نعم والمعادلة التي تبين أن النسبتين متكافئتان تسمى التناسر التناسر هو مساوا بين نسبتين متكافئتان مثال يمثل كل شكل فيه أربعة مستطيلات مما يلي نسبة متساوية وفيما يلي الأشكال الناقصة من المستطيلات الأربعة لنحدد موضع كل مجموعة من الأشكال لننظر إلى الشكل الأول ألف نجد أن يوجد مثلث إلى مثلثين وبالتالي فإنه يوجد بالمقابل دائرة إلى دائرتان المستطيل بي نجد أنه يوجد مسلثان على دائرتان وبالتالي في المقابل يوجد أربع مسلثات على أربع دوائر في المستطيل جين نجد أنه يوجد دائرة على ثلاثة دوائر وبالتالي في المقابل يوجد مسلثان على أي أننا ضربنا بإثنان وبالتالي ثلاثة لنضربها بإثنان يصبح لدينا ستة مسلثات في المستطيل دال يوجد دائرتان إلى أربع مسلثات وبالتالي في المقابل نجد أنه إذا ضربنا الدوائر الثنان بإثنان ينتج معنا أربع دوائر وبالتالي فإننا نضرب أيضاً المسلثات الأربع بإثنان ينتج معنا ثمانية مسلثات الضرب التقاطعي أن الضرب التقاطعي لسبتين هو ناتج ضرب القيمة العليا لإحدى النسبتين في القيمة السفلة لنسبة الأخرى لدينا النسبتين لنتعرف على عناصر التناسب اثنان هي القيمة العليا للنسبة الأولى والخمسة هي القيمة السفلة للنسبة الأولى أما الثلاث فهي القيمة العليا للنسبة الثانية والعشرة هي القيمة السفلة للنسبة الثانية وبالتالي فإنه إذا ضربنا القيم العليا للنسبة الثانية بالقيم السفلة للنسبة الأولى ثلاثة ضرب خمسة ويساوي خمسة عشر وإذا ضربنا القيم العليا للنسبة الأولى بالقيم السفلة للنسبة الثانية إثنان ضرب عشرة ويساوي عشرين وهذه هي خاصية الضرب التقاطع حتى يكون تناسب يجب أن يكون ناتج ضرب التقاطع للنسبتين متساويين لدينا التناسب 2 على 5 يساوي 6 على 15 أي أنه 2 ضرب 15 ويساوي 30 و 5 ضرب 6 يساوي 30 نجد أنه تساوى جداء الضرب التقاطع فإن المساوى صحيحة ويكون تناسبا النسب المتكافئة هي النسب التي تتساوى عند كتابتها على أبسط صورة تما في المثال والتناسب هو المعادلة التي تبين أن النسبتين متكافئتين أي أن A على B يساوي C على D حيث أن B لا تساوي الصفر وD لا تساوي الصفر سؤال كيف يمكننا أن نحدد ما إذا كانت نسبتين تكونان تناسباً أم لا؟ الجواب يجب أن يكون ناتجات ضرب التقاطع للنسبتين متساويين 2 على 5 يساوي 6 على 15 وبالتالي إذا ضربنا القيمة العليا بالسفلة لكل من النسبتين نجد أن 5 ضرب 6 تساوي 30 و2 ضرب 15 تساوي 30 وناتجات ضرب التقاطع للنسبتين متساويين ملاحظة غالباً ما يجتمل التناسب على وحدات اختلفة القياس وهذه الوحدات يجب أن تكون في ترتيب متماثل بكل من النسبتين أي أنه إذا لدينا تناسباً 8 كيلومترات على 10 لترات بالمقابل يجب أن يكون 16 كيلومتر على 20 لتر لنلاحظ كيف أن وحدات متماثلة بسطاً ومقاماً أما إذا كانت الواحدات متماثلة على الخط القطري فقط فأن النسب لا تكون تناسباً مثال 8 كيلومترات على 10 لترات تساوي 16 لترات على 20 كيلومتر نجد أنه ليس تناسباً لأن الواحدات تماثلوا على الخط القطري وغير متماثلين بسطاً ولا مقاماً تحديد ما إذا كانت نسبتين تكونان تناسباً أم لا مثال حدد ما إذا كانت النسبة الآتية تكون تناسباً أم لا لدينا التناسب الأول لنحدد هل هو تناسب أم لا أولاً الواحدات متماثلة سنتيمتر سنتيمتر بسطاً والمقام ثانية ثانية الواحدات متماثلة نحدد نواتج الضرب التقاطعي 6 ضرب 15 ويساوي 90 10 ضرب 9 وتساوي 90 وبالتالي فأن نواتج الضرب التقاطعي متساوية والنسبتان تكونان تناسباً مثال آخر 4 سنتيمتر على 6 سنتيمتر تساوي 12 ثانية على 18 ثانية نجد أنه لا تتساوى الواحدات بسطاً ولا مقاماً ولكن تتساوى في نفس الكسر أي أنه الواحدات متماثلة وهي حالة ثانية من تناسب الواحدات لنحسب نواتج الضرب التقاطعي 4 ضرب 18 وتساوي 72 6 ضرب 12 وتساوي 72 وبالتالي فأن نواتج الضرب التقاطعي متساوية والنسبتان تكونان تناسباً جيم لننظر إلى الواحدات نجد أنها مختلفة بسطاً ومقاماً ومختلفة أيضاً في كل كسر فإن الواحدات ليست متماثلة وبالتالي النسبتان لا تكونان تناسباً سؤال ماذا نعمل بقولنا كميات متناسبة؟ الجواب أي أننا إذا كتبنا هذه الكميات بشكل نسب فإنها يجب أن تشكل تناسباً تمرين حدد ما إذا كانت النسب الآتية تكون تناسباً أم لا لدينا التناسب التالي وبالمثل لنحسب نواتج الضرب التقاطعي 9 ضرب 8 72 6 ضرب 12 72 وبالتالي نواتج الضرب التقاطعي لنسبتين متساوية أي أن النسبتان تكونان تناسباً بي لدينا النسب التالي لنحسب نواتج الضرب التقاطعي 7 ضرب 3 21 أما 2 ضرب 10 مساوي 20 ونواتج الضرب التقاطعي لنسبتين غير متساوية والنسبتان لا تكونان تناسباً جين لننظر أولاً إلى الواحدات نجد أن الواحدات غير متماثلة بسطاً ولا مقاماً وغير متماثلة في كل نسبة أي أن الواحدات ليست متماثلة وبالتالي النسبتان لا تكونان تناسباً داد لننظر إلى الواحدات نجد أنها متماثلة بسطاً ومتماثلة مقاماً فالواحدات متماثلة نحسب نواتج الضرب التقاطعي 3 ضرب 32 يساوي 96 12 ضرب 8 وتساوي 96 ونواتج الضرب التقاطعي للنسبتين متساوية أي أن النسبتان تكونان تناسباً مسألة إذا كان ثمن علبة عصير وزنها 125 جراماً هو 100 ليرة وثمن علبة عصير من نوع آخر وزنها 200 جرام هو 150 ليرة فهل هذه الأسعار متناسبة؟ لنكتب النسب 125 جراماً على 100 ليرة 200 جرام على 150 ليرة هل هما متساويان؟ لننظر إلى الواحدات بسطاً متماثلة ومقاماً متماثلة فالوحدات متماثلة لنحسب نواتج الضرب التقاطعي 125 ضرب 50 ويساوي 18750 لنضرب 200 ضرب 100 وتساوي 20 ألفاً فالنواتج الضرب التقاطعي للنسبة غير متساوية والنسبة لا تكونا تناسباً فأن هذه الأسعار غير متناسبة تمرين أي من النسب الآتية يكون تناسباً مع النسبة 3 على 5 لنوجد نواتج الضرب التقاطعي لكل نسبة مع 3 على 5 فنضرب 3 ضرب 6 تساوي 18 وأربع ضرب خمسة 20 النسبة الثانية ثلاثة ضرب 6 18 وعشرة ضرب خمسة تساوي 50 النسبة الثالثة ثلاثة ضرب ثلاثة 9 وخمسة ضرب خمسة 25 النسبة الرابعة ثلاثة ضرب عشرون يساوي 60 واثنى عشر ضرب خمسة تساوي 60 نجد أن النسبة الأولى ألف بيع جين نواتج الضرب التقاطعي للنسبتين غير متساوية ولا تكونان تناسباً مع النسبة 3 على 5 أما دال فنواتج الضرب التقاطعي للنسبتين متساوية وتكونان النسبتين تناسباً مسألة حصل كريم من عمله الأسبوع الماضي على 209 ليرة نضير عمله 38 ساعة وحصل هذا الأسبوع على مبلغ 176 ليرة نضير عمله 32 ساعة هل هذه المعدلات تكون تناسباً؟ لنكتب النسب 176 ليرة على 32 ساعة هل تساوي 209 ليرة على 38 ليرة؟ لننظر إلى الواحدات نجد أن الواحدات متماثلة بسطاً ومقاماً لنحصل نواتج الضرب التقاطعي 176 ضرب 38 تساوي 6688 209 ضرب 32 تساوي 6688 أي أن نواتج الضرب التقاطعي للنسبتين متساوية والنسبتين تكونان تناسباً أي أن هذه المعدلات تكون تناسباً تمرين اختر التناسب المكتوب بطريقة صحيحة لدينا التناسبات التالية لننظر أي التناسبات صحيحة التمرين الأول نجد أن الواحدات بسطاً ومقاماً غير متماثلة وأيضاً غير متماثلة في كل نسبة فنقول أن الواحدات ليست متماثلة ولا تكونان تناسباً التمرين بي ننظر أن البسطين متماثلاً بالوحدة والمقامين أيضاً لنحسب نواتج الضرب التقاطعي أربعة ضرب إثنان ثمانية وواحد ضرب ثمانية ثمانية أي أن نواتج الضرب التقاطعي متساوية والنسبتين تكونان تناسباً جيم لننظر إلى الواحدات نجد أنهما متماثلات في النسبة أي أن الوحدات متماثلة لنوجد نواتج الضرب التقاطعي أربعة ضرب ثمانية إثنان وثلاثون واحد ضرب إثنان إثنان ونواتج الضرب التقاطعي غير متساوية والنسبتين لا تكونان تناسباً وبالتالي فأن التناسب المكتوب بشكل صحيح هو بي لنحل التمرين الآخر لدينا في ألف الوحيدات بسطاً متماثلة والمقاماً متماثلة فالواحدات متماثلة لنوجد نواتج الضرب التقاطعي ثمانية وأربع ضرب إثنان تساوي أربعة وعشرون ضرب أربعة ونواتج الضرب التقاطعي متساوية والنسبتين تكونان تناسباً بي لننظر إلى الوحيدات نجد أنهما غير متماثلات بسطاً وغير متماثلات مقاماً وغير متماثلات في النسبة وبالتالي الوحيدات ليست متماثلة والنسبتين لا تكونان تناسباً جي لننظر إلى الوحيدات نجد أنهما غير متماثلات بسطاً وغير متماثلات مقاماً وغير متماثلات في النسبة أي أن الوحيدات ليست متماثلة والنسبتين لا تكونان تناسباً وبالتالي التناسب المكتوب بطريقة صحيحة هو الإجابة ألف تدرب صل كل زوج من النسب بحواصل ضربهما التقاطع لنحسب ألف إذا ضربنا ثلاثين ضرب أربعة مئة وعشرون وثلاثة ضرب أربعون مئة وعشرون أي أنها تصل إلى رقم اثنان ب لنضرب ثلاثة ضرب ستة وتساوي ثمانية عشر خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرون أي أنها تصل إلى ثلاث لنضرب سبعة ضرب اثنان أربعة عشر واحد ضرب ثمانية ثمانية وتصل إلى واحد وبالتالي ستة ضرب ثلاث ثمانية عشر واثنان ضرب تسعة ثمانية عشر وتصل إلى أربعة حدد ما إذا كان كل زوج من النسب يكون تناسباً أو لا لنحسب نواتج الضرب التقاطعي اثنى عشر ضرب ثلاث هل يساوي أربعة ضرب تسعة نجد أنه متساويان احدى عشر ضرب خمسة هل تساوي ثمانية ضرب سبعة لا تساوي فهما ليسا تناسباً اثنان وثلاثون ضرب ثلاث هل تساوي ثمانية ضرب اثنى عشر متساويان عشرون ضرب أربعة هل تساوي سبعة وعشرون ضرب ثلاث غير متساويان خمسة ضرب واحد وثمانون هل تساوي خمسة وتسعون ضرب تسعة متساويان أربعة ضرب خمسة وعشرون هل تساوي ستة ضرب مئة وسبعة عشر غير متساويان واحد وعشرون ضرب ثمانية هل تساوي سبعة ضرب ستة نعم متساويان ستة ضرب ثلاثة وعشرون هل تساوي ثلاثة ضرب خمسين غير متساويان خمسة ضرب ستة عشر هل تساوي ثلاثة ضرب ثلاثون غير متساويان أربعة وعشرون ضرب أربعة هل تساوي تسعة وعشرون ضرب ستة غير متساويان في التبرين الآن يوجد واحدات ننظر أولا إلى الواحدات ثم نحسب نواتج الضرب التقاطعي نجد أن الواحدات غير متماثلة بسطن ولا مقاما ولا متماثلة في النسبة فهما غير متساويان التمرين الآن ننظر إلى الواحدات بسطن ومقاما نجد أنهما متماثلات لنوجد نواتج الضرب التقاطعي مئة وخمسة وعشرون ضرب ثلاث هل تساوي خمسة وسبعون ضرب خمسة نعم إنهما متساويان وهما تناسب تمرين أربعة عشر لننظر إلى الواحدات غير متماثل بسطن ومقاما ولكنها متماثلة في النسبة نحسب نواتج الضرب التقاطعي خمسة عشر الضرب عشر هل تساوي ستة ضرب خمسة عشر غير متساويات مسألة الصورة المقابلة لتمثال ماذرلاند في مدينة فوكوغراد في روسيا وفي الصورة كل سنتيمتر واحد يقابل خمسة عشر متر في الحقيقة فما تقريباً الطول الحقيقي لهذا التمثال ملاحظة إذا قصنا الرسم المجاور بالمصدر طبعاً فأن طوله ستة سنتيمترات تقريباً كم متر يكون ننظر إلى البسط نجد أنه إذا ضربنا الواحد بستة ينتج ستة سنتيمتر وبالتالي خمسة عشر إذا ضربناها بستة بإجراء الضرب التقاطعي فالطول الحقيقي يساوي تسعين سنتيمتر أي أننا ضربنا الخمسة عشر بستة فيكون الناتج تسعون سنتيمتر تمرين أي مما يأتي يكون تناسباً لنحسب نواتج الضرب التقاطعي خمسة وعشرون ضرب تسعة هل تساوي خمسة عشر ضرب خمسة عشر نعم فنواتج الضرب التقاطع متساوية والنسبتان تناسباً ب ستة ضرب اثنى عشر هل تساوي سبعة ضرب عشرة لا فنواتج الضرب التقاطعي المتساوية والنسبتان لا تكونان تناسباً جيم ثمانية عشر ضرب ثلاث هل تساوي تسعة ضرب خمسة لا لا فنواتج الضرب التقاطع غير متساوية والنسبتان لا تكونان تناسباً دال عشرة ضرب ستة هل تساوي ستة عشر ضرب ثلاث نواتج الضرب التقاطع غير متساوية ولا تكونان تناسباً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر